افتتح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع ومدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي سفارة المعرفة بهيئة قناة السويس جاء ذلك بحضور عدد من قيادة الهيئة ومكتبة الإسكندرية بمقر المكتبة الرئيسية للهيئة وفي إطار اهتمام هيئة قناة السويس بزيادة الوعي الثقافي وتنمية مهارات العاملين كما يأتي نتاجا للتعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ومكتبة الإسكندرية وتعد سفارة المعرفة الجديدة هي الأولى من نوعها خارج نطاق الجامعات والسفارة السلطة والعشرين التي تنشؤها مكتبة الإسكندرية